فلسطينية لأنه أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض هذه أرض إسرائيل بالقراء وانتم شتات رومان ملفقين مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر ما لكم حق بفلسطين فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولة عيال إسحاق وحن عيال عرب عيال إسماعيل وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام يعني هذول عيال عمنا لكن إنتم منين جيتوا وأنتم إشتخلكم بالموضوع أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب إشتخلكم بالموضوع إشتخلكم بالسال إشتخلكم بيننا هذا بني إسرائيل على أرضه ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة أنتم مدوختونا واشغلتونا ولا أقصى الأقصى لمعلوميتكم ما عندكم أقصى ما في شيء يسمى أقصى في شيء يسمى القدس المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطايف وكان المسجدين المسجد الأقصى والمسجد العدنى المسجد الأقصى حقكم بناه هشام عام 72 حجري كيف يصر المحمد له هو مبني عام 72 للحجرة يعني بعد وفاة محمد بستين سنة تضحقون على مين انتم تضحقون على مين وتصارخون وتضحقون لكم قضية والسعودية تكب عليكم ومواطنينها يكبون عليكم ومواطناتها يكبون عليكم حتى الحريم يبين ذا فين يطنكم حريم السعودية حتى بزران السعودية أنا واحد منهم فسحتي أربع سنين ما خدتها ولا شرات بقى من مقصة في المدرسة كلها أطيكم إياه واجيب شيككم معه بطل أنا جايب شيك فلسطين يدفع ريالا تنقذ عربيا انقذ عربيا من قال لنا عربيا من كذب الله يسامح اللي كذب عليه وقال لنا عربي وراحت فسحتي وراحت ملاييننا وراحت موقفنا السياسية هباء المنزورة تصفقول لللي يدعس عليكم وتسبون وتشتمون اللي يطيكم هل هذه عروبة؟ هل هذه عروبة أنك تشتم المملكة اللي واضفة معكم من الثمانية واربعين لليوم؟ من الطبيعيا يكون هذا هو منطق المطانيخ الهمالة والعاهات في مجتمعاتنا هذا الماثون تحدث بما ينسف كل سلة له بعقل وبعروبية ودين وشرف ومروءة تجرد الطنخ هذا من كل ذرة حياء كما تجرد كبيرهم من كل خلق ودين بالله أمنطق إنسان سوي ذي مروءة هذا الذي سمعناه من هذا الطنخ العالق بين الرجولة والنسونا بخيط الشارب الزائف؟ قسما ما مر على عروبيتنا الطناخة كهؤلاء باعة الشرف في سوق الصهيونية قسما ما مر على عهد أوطان ناديات أوطان كهذا المدهون بالعيب المختصر بالعار قسما ما مر على إسلاميتنا كفرة بالتوابط كمثل هؤلاء المدجنين بكل إثم أسمعتم ما سمعناه؟ بالله لو عدنا خمسا ستا عشرا من السنين هل مر علينا منطق كهذا من مسمى عربي ينتش بالبيع وقلة الأدب؟ مرت سنون انتكاسات على مجتمعنا العربي وتأذت نفسياتنا أيما أذى فهل شهدنا انبطاحا وانهزامية بل وانغماسا في الصهيونة كما تشهده اليوم الحالة العربية من خليج السوآتي أصلا ما مر على قرن الشيطان طيف عز حتى نقول ما له انقلب ما شهد معركة كرامة حتى نقول ما له انتكس ما جوعه حصار ولا أدمته حرب ولا وضع رأسه ندا لرأس عدو حتى نقول ما له نسي المعامع واصطبار الجوع مملكة الشيطان ما كانت لتكون هكذا عقليات بعض بنيها لو لم يكن هناك سلطة سعت لذا وحرصت فسنون التهجير على الانهزامية والمياعة والخواء الفكري فك سبيلها عيانا بيانا واعلانا أمير الترفيه أمير مملكة يوم الواعدة لنعود إلى الفيديو قال المطنوخ أسكن أو أسكن يهوديا ببيتي ولا أسكن فلسطينية بالطبع ما كذب ولو حصل علي أعمل ما وعد فسيريح اليهودية مهجعا ومضجعا في بيته وربما زاد على ذلك حراما لأن ذلك هو ما يريده اليهودي ويأباه الفلسطيني فالجواب من عنوانه يعرف فهذا المطلي بالكريمات الفرنسية ماذا يريد من الفلسطيني المسلم الملتزم العالم بالحلال والحرام حتى يسكنه بيته فماذا إلا اليهودي تجهيزا وإعدادا إذ لا حرام لدي وكل عرض جائز دع المطنوخ هذا نيتنياهو بأن يخلصه من الفلسطينيين يا طنخ ما استطاع نيتنياهو ولا من قبله وقبل قبله ولا من هو قبل 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 قبله أن يطفي أنور القضية في أي قلب غيور ولا أن يكسر شوكة الرجال وكان سلاحهم يومها حجارة وملتوف فهل يستطيع لهم تصفية وكسرا والسلاح اليوم توكلا وصواريخ بئ خسرانا أي الطنخ وكل من تطانخ معك من قوم الكريمات والمؤخرات ربما تعاميت عن رجال الله ومئة ونصفها مرسلات في نفس واحد تملأ سماءة الأبيب بالصواريخ المباركة وأولاد عمك جذانا إلى الجحور والملاجئ موليات ربما فدتك سورة القيامات الصيونية التي ناولتهم إياها يدا بيد صواريخ عياش والجعبري في أحد عشر يوم عزة مات حديثك إذ ولد مات الطناخاتك فعهد الصواريخ بالمعية الربانية لا كعهد الحجارة قال المأفون أن الفلسطين ما هم عرب وهم إلا شركسا رومانا يونانا تركا وغجرا وما الأرض إلا لليهود متناسيا الملعون أن اليهود إذ أتوا قد جمعوا من كل نطف الخطايا من شتى أحياء البغاء في مدن الحرام العالمي فقط ألسق مال اليهود للفلسطين العرب الأماجد وما صنع ما صنع إلا ليواري سوءة أصله الذي قدمه لنا عوانا بين الرجولة والنسونا لا لكم قضية لا دولة ولا أرض ويقصد فلسطين وأهلها وهذه الأرض لإسرائيل في القرآن ذكر القرآن وكأنه من أهله وما كان له أن ينبس بحرف بشفه منه قبل أن يطهر من يهوديته التي ملأ كأسه منها في حديثه قال حناي العرب ويقصد نفسه فلعنة الله على عروبة أنت لها ممثلة ولعنة الله على عرب نفرا محسوبا عليهم ولعنته على عرب قد تقبلك أمة لبدوي عنين ذميم أشعة أغبر عتل فارع الشدة ليلية سمحة أعور في خيمة ظاهرها قذاءة وباطنها صديد تحتاج رجولتك أصلا لشهادة ألف رجل ذي أصل وعدالة ما عهد بكذبة في الطفولة والرشاد فكيف بأمر عروبيتك يا طنخ قال التنحو ما في شيء اسمه الأقصى في شيء اسمه القدس نعلم أنك لا تعلم ما يعني الأقصى كما علمنا أنك لا تعلم ما فلسطين أفلس تسأل أو طين نعلم أنك ما احترمت حرما في أرضكم ما استألتموه فكيف بحرم على أرض فلسطين من أولى القبلتين وثالث الحرمين يا مسخ لا تعرف القبلة أين تمها في بلادك فكيف تعرف قبلة قبلها الحرام لا تعرف إلاه فكيف ستعرف حرما مقدسا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما بال الأقصى في الآية يا تنح ما باله ولا تدخلنا المسجد كما دخلتموه أول مرة زمن هذا هو الزمن الذي كنا نخشاه زمن لأشباه الرجال يسود وبن الرجولة ذكرهم محدود هذا البغي يجر خلف حديثه قبحا وفسقا شره مشهود حمل الدناءة يستشيط بلغوه فأتى الخطيئة حوضها المورود ما كل قول يستساغ بقبحه فبغينا قد زاد ذاك حدود ابن الحرام يرى بحرف زائغ أما هنا فحرامه مزيود ما الدين يمنعه ولا عرف الأولى يمضي به نحو البواق يهود بدء الهمالة هكذا أحلامهم لا خير يرجى منهم ويعود منهم أتى التطبيع والترفيه لم تلقى الرسالة منهم مردود لو لاه نفط الأرض عز بقاءهم كانوا عجولا في الزريب ينود ما ضرنا الأفاك من أحاديثه أي ضر جرد أنمرا وأسود لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد على قناة كريم القادري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر